على الرغم من أن تعرق هو وظيفة طبيعية لتنظيم درجة حرارة الجسم، فمن خلال التعرق يتم سحب الحرارة من الجسم، وبالتالي حمايته من السكون المفرطة، إلا أنه في بعض الحالات يزيد تعرق عن ذلك، ويصبح الأمر مزعجاً ومؤثراً على الحياة اليومية للشخص، وهذه الحالة تؤثر على ملين الأشخاص حول العالم، وتنطوي على إفراز عرق زائد في مناظق من الجسم، مثل الإباطين وراحة اليدين والقذمين. وفي بعض الحالات قد يكون تعرق متشراً في أجزاء متعددة من الجسم، فما هي أسباب التعرق الزائد؟ هذا ما سوف نتعرف عليه إن شاء الله في هذا الفيديو. ينقسم تعرق الزائد إلى قسمين، أولاً فرط التعرق الأول البؤري، وهو حالة طبية تتميز بزيادة إفراز العرق بشكل غير طبيعي ومستقل عن الحرارة أو المجهود البذني، وبشكل موضعي في أماكن محددة من الجسم، مثل الإباطين والكفين والقذمين أو الجبهة، وغالباً ما يكون هذا النوع ويرتي أن يحدث نتيجة طفرة في جينات معينة، أما النوع الثاني يسمى فرط التعرق التنوي العام، وهو حالة طبية تتميز بزيادة إفراز العرق في جميع أنحاء الجسم، بشكل غير طبيعي وغير متنازم مع درجة الحنرة أو المجهود البذني، ويكون مرتبط بوجود سبب معينة، أو نتيجة لإصابة بمرض معينة أو استخدام بعض الأدوية. قد يكون تعرق شديد وبشكل مفاجئ على معنى الخفاض ضغط الدم الحاذ، حيث يمكن أن يؤدي الخفاض ضغط الدم الشديد والمفاجئ في حرمان الدماغ والأعضاء الحيوية من الأكسجين والمغاديات، مما يؤدي إلى حدوث ما يسمى بالصدمة والتي يمكن أن تتطور سريعا وتسبب العرق المفاجئ والشديد، كما أنه عندما ينخف ضغط الدم يحاول جسم رفع الضغط من خلال توسع الأوية الدموية، وهذا يزيد تدفع الدم إلى السطح، ويمتج عنه زيادة في إنتاج العرق لتبريد الجسم. قد يكون أحد أسباب التعرق الشديد هو فرط نشاط الغدى الدرقية، حيث أن فرط نشاط هذه الغدى يزيد من معدل الأيض والنشاط الحراري في الجسم، وهذا يؤدي إلى زيادة إنتاج الحرارة والحاجة إلى التعرق لتنظيم درجة الحرارة، كما أن الهرمونات الدرقية تلعب دورا رئيسيا في تنظيم درجة حرارة الجسم، وفرط إنتاج هذه العرمونات يؤدي إلى اضطرابات في آلية التحكم بدرجة الحرارة، مما يسبب التعرق الزائد، ولهذا إذا كان التعرق الشديد مسحوا بأعراض أخرى، مثل فقدان الوزن والعصبية المفردة، أو ارتفاع معدل دربة القلب، فيجب إجراء فحصات طبية على الودة الدرقية. يعدوا الخفاض سكر في الدم سبب شائع للتعرق الشديد، ففي حام خفاض نسبة السكر للمعدل الطبيعي، يقوم الجسم إفراز نسبة كبيرة من العرق، والتي تظهر بصورة أكبر في منطقة الوشاء والجسء الخلفي من العلق، حيث أن انخفاض مستوى السكر في الدم ينشط الجهاز العصبي، مما يؤدي إلى زيادة إفراز الأدريلانين، وهذا يزيد من معدل دربة القلب والتنفس، ويزيد من إنتاج العرق، كاستجابة لمحاولة لرفع السكر في الدم، وغالباً ما يصحب التعرق الشديد أعراض أخرى، مثل الدوخة والتشنجات والارتباك والتعب، وإذا راحظ الشخص أي أعراض تشهير إلى انخفاض في نسبة السكر في الدم، فمن المهم قياس مستوى السكر والتعامل مع الحالة بسرعة لتفادي المضاعفات الخطرة، يمكن أن يكون ارتفاع مستوى الأملاح في الجسم أحد الأسباب المؤدية إلى التعرق السهيدة، فعندما ترتفع مستويات الأملاح في الدم بشكل كبير، يحاول الجسم تخلص من هذه الأملاح الزائدة عن طريق زيادة إفراز العرق، كما أن الأملاح تلعب دوراً مهماً في تنظيم درجة الحرارة الجسدية وارتفاع مستوياتها، يؤدي إلى محاولة الجسم تخفيض درجة الحرارة عور زيادة إفراز العرق، كما أن هذا يضر بوظائف الجسم المختلفة والغدى الترقية تنشط في هذه الحالة من أجل تخلص من هذه الأملاح الزائدة، مسببة بذلك فرط التعرق. عندما تشعر بالتوتر، تبدأ الغداد المرترز الأكبر حجباً، والموجودة في منطقة الإبط والفخدين بإفراز العرق، وتسبب حالات التوتر أيضاً بزيادة معدل ضربات القلب، وتحفيز إفراز الهورمونات والأندريلانين في الجسم، مما يؤدي إلى التعرق الزائد الناتج عن الغداد الناتجة. تعتبر هبات الساخنة المتمثلة في الشعور المفاجئ بالحرارة، فضلاً عن التعرق المفرط ليلان من مؤشرات القطاع الطمت لدى المرأة، وخلال فترة القطاع الطمت وتحت تأثير الهورمونات التي ينتج المبيثة، مثل الإستروجين والبروجستيرون، تطرع بعض التغييرات على جسد المرأة، وتدخل هذه المواد الكيميائية عبر الدم إلى بقية عضاء الجسم، وتؤثر على عمل الخلايا، ويؤثر الإستروجين على الخلايا المتواجدة في الأوية الدموية، فيوسعها، وهو ما يفسر دفاع درجة حرارة الجسم، وتعرق المرأة عدة مرات في الساعة. قد تعاني المرأة الحامل من التعرق الزائد أثناء أفضات الحملة، وذلك طول هذه الفترة، حيث تتسبب زيادة درجة حرارة الجسم أثناء الحملة إلى التعرق الزائد، والذي يعتبر طريقة طبيعية لمساعدة الجسم لتنظيم درجة حرارته، وترتفع درجة حرارة جسم المرأة الحامل خلال نفضات الحملة، بشكل طفيف، وهو نتيجة تنوية طبيعية لنوء الطيف الداخل الرحم، وتساهم تغيرات العرونية، وزيادة حجم الدم وزيادة الوزن في هذه الطائرة أيضاً. قد تكون بعض الأدوية من أسباب التعرق الشديثة، إذن نرتع الرقاح لآطار الجانبية، وتشمل أورز الأدوية ما يلي، متبطات السيرتاد السيروتونين الانتقالية، مضادة الاكتئاب تلاتية الحلقات، السيتر ويدات، وبعض أنواع مسكينة الألم، وبعض أدوية السكري، وبعض أدوية العلاج الهروني. بعدما تعرفنا عن أهم أسباب التعرق الزائد أو الشديد، نقدم لكم بعض الأطعمة والمشروبات التي تسبب التعرق، والنتيجة الإمتناء عن تناولها أو الحد منها إذا كنت تعاني من هذه المشكلة الصحية، ومنها القهوة، فإذا كان الشخص يعاني من فرط التعرق، فمن الأفضل عدم شرب الغاوة في الصباح، لأن الكافين يحافز الجهاز العصبي، وعندما يتم استفزاز نظام العصبي، تبدأ الغداد العرقية في العمل لمحاولة تبريدنا، سواء كنت تتناولها ساخنة أو تلجة، فإن القهوة تجعلك تتعرق، بالإضافة إلى ذلك، إذا أضبت السكر والحليب على الدسام إلى كوب الخاص بك، فأنت تزيد من الأمر سوءا بهذه الطريقة، يحتوي الفلفل الحاء على مادة الكابسيسين، وهي مادة كيميائية تحفز المستقبلات العصبية في فمك، وتقنع جهازك العصبي بالاعتقاد بأن جسمك أهل الحنرة، ثم يرسل دماغك إشارة إلى الغداد العرقية لتعمل تبرد، لذلك حاول تقليل من تناولها خاصة في الصيف، عندما تأكل أطعم الغني بالتوبل، فإنك تربج جسمك، وتجعله يعتقد أنه يوم حار، حيث أنه عندما يكون الجو حار بالخارج، تبدأ الغداد العرقية في التحرك بسرعة كبيرة، وتبدأ في تبرير جسمك، وعندما تأكل أطعم الغني بالتوبل، يحدث نفس الشيء، عندما تأكل كثير من الملح، فإن جسمك سيفعل ما في وسائع للتخلص من السوديوم، هذا الطريق يجعلك تتعرق، لذلك حاول أن تحافظ على سيلاكك للسوديوم، في حدود أربع كرامات يوميا، وبهذه الطريقة سوف تحمي نفسك من التعرق الزائد، إذا كنت تسارك حليباً على التسمى، فربما لاحظت أنك تتعرقت ناء شربه، حيث أثبتت الدراسات أن الأطعم الغني بالتغن، ستجعلك تتعرق، ولتجنب حدود ذلك، استبدله بالحليب قليل التسمى، أو منزع التسمى، الشوكولاتة والخز الأبيض والوجبات السريعة، والأطعم الأخرى المصنعة، تجعلك تتعرق بكثرة، حيث يحتاج جسمك إلى العمل بجوء إضافي لمعالجة هذه الأطعمة، مما يسبب لك التعرق الشديد أثناء تناول الطعام أثناء الهضمه، سواء كنت تأكل ويعاً منتلئاً من الشربة، أو تحتسي كوبة صغيرة من مرق الدجاجة، فمن المحتمل أن تجد نفسك تتعرق، لأن هذه الشربة يتم تقديمها ساخنة بشكل عام، سيبدو الجسم كلما في وسعي لتبريدك أثناء تناول الطعام، تنويه، المواد المنشورة في الفيديو هي بمثابة معلومات فقط، ولا يجوز اعتبارها استشارة طبية أو توصية علاجية، استشر طبيبك دائماً بخصوص أي استخدام للأعشاب أو المكملات الغذائية،